السلام عليكم أصدقائي معكم عادل من قناة دقائق تقني تقبل الله مننا ومنكم الصيام والقيام كشفت شركة وانابلاس عن هاتفها الجديد وانابلاس اي سي ثلاثة في وهو أول هاتف يتميز بمعالج سناب دراجون سبعة بلاس الجيل الثالث الجديد معالج رهيب ورح يكون من أفضل الهواتف المتوصلة لهذه السنة من ناحية الأداء لذلك تابع الفيدر الأخير لما عرفت كامل التفاصيل على هذا الهاتف أيضا الدعم خلطي مخسر والو دير لايك ودعم هذا المتوى التقني المفيد أولا نبدأ بالتصميم يحافظ هاتف وانابلاس اي سي ثلاثة في على تصميم آنيق وعصري ولا يوجد فيه زخريف أو ما شابه ذلك يعني تصميم كلاسيكي مميز سنجد في الخلف عدساتين مرتبة بشكل مميز محاطر مستطيل دائري الحواف أيضا سنجد في منتصف الظهر شعار الشركة الشهير وانابلاس إطار الهاتف مسطح ويأتي بسمك 8.47 مم ويزر 200 جرام والهاتف مقاوم للماء والغبار بشهة الـ IP65 يتميز أيضا الهاتف بألوان جميلة من بينها لون السلفر واللون الأخضر التيتانيوم ظهر الهاتف مصنوع من الزجاج صراحة شخصيا معجب بهذا التصميم البسيط والكلاسيكي الأنيق من شركة وانابلاس ومن مميزات الهاتف أنها يأتي بشاشة متميزة في فياته السعرية حيث يتميز الهاتف بشاشة أولد ماقاس 6.74 إنش بدقة عرض 2772 في 1240 بكسل يعني تأتي بدقة 1.5 كي توفر هذه الشاشة عالية الدقة صور حادة وألوان نابدة من الحياة تتميز أيضا الشاشة بمعدل تحديد سلس يبلغ 120 هرتز مما يضمن تجربة مستخدم سلسة وسريعة الاستجابة بشكل سريع خاصة عند التمرير عبر المحتوى أو ممارسة الألعاب تتميز الشاشة أيضا بمعدل تعديل عالي التردد البيت دابليو آم يصل 2160 هرتز مما يقلل من وميض الشاشة ويقلل أيضا من إجهاد العين أثناء الاستخدام الطويل أو في الإضاءة المنخفضة أيضا الشاشة تدعم 1 مليار لون لديها سطوع تقريبا يصل لألفين نيتس وليس هذا فقط فالشاشة تمتاز بحواف قليلة جدا على الجانبين حتى الحافة السفلية نحيفة لذلك ستكون من أفضل الشاشات في فئتها السعرية وأقوى ميزة في الهاتف وهو المعالج ويعتبر أول هاتفياتي بهذا المعالج الجديد وهو سناب درغون 7 بلاس الجيل الثالث مع دعمه للذكاء الاصطناعي يحتوي أيضا على ذاكرة وصول عشوائي من نوع LBDDR5X بسعة تصل إلى 16 جيجا بايت وذاكرة تخزين من نوع UFS 4.0 بسعة 512 جيجا بايت أيضا قامت شركة وان بلاس بتجهيز الهاتف بنظام تبريد قوي يستخدم الهاتف غرفة بخار كبيرة بمساحة تصل 9140 مليمتر مربع يضمن هذا النظام التبريد الفعال الأداء الأمثل ويمنع الاختناق حتى أثناء المهام الصعبة أيضا هذا المعالج الجديد يقارب أداء معالج سناب درغون 8 الجيل الثالث بذلك هذا الهاتف رح يكون قوي وقوي ورح يقدم لك تجربة ألعاب قوية أيضا يتميز هاتف وان بلاس AC 3V ببطارية بحجم كبير 5500 ملي أمبير ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع السوبر فوق بقوة 100 واط لذلك رح يشحن الهاتف بالكامل خلال وقت قصير أيضا يعمل هاتف وان بلاس بواجهة الكلر OS 14 مبنية على نظام الاندريد 14 أيضا الشركة تظهر التزاما بدعم البرامج على المداء الطويل من خلال الوعد بثلاثة تحديثات رئيسية لنظام الاندريد وأربع سنوات من التحديثات الأمنية وبالنسبة لنظام الكاميرا سنجد كاميرا أمامية للسيلفي بدقة 16 ميجابيكسل وأما في الخلف سنجد كاميراتين تستخدم الكاميرا الرئيسية مستشعر Sony IMX 282 المشهور والذي يتميز بدقة عالية تبلغ 50 ميجابيكسل حجم المستشعر 1 على 1.95 إنش وهذا المستشعر دائما ما يوجد في الهاتف الرائدة ويوفر أداء ممتاز في الإضاءة المنخفضة وجودة الصور واضحة وأما الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجابيكسل للتصوير الواسع أيضا الكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديو ودقة الفور كاي بمعدل 30 و60 أف بياس وتصور بدقة الفول أشدي بمعدل 30 و60 و120 أف بياس مع دعمها للمثبت البصري أداء الكاميرا رح يكون جيد بفضل المستشعر والمعالج الجديد رح يعالج الصور بشكل جيد أيضا يتميز هاتف الـ AC 3B بمكبرات صوت ستيريو للحصول على صوت غامر ويدعم بلتوت 5.4 مع ميزة الـ NFC ويتميز أيضا الهاتف بدعمه لميزة الـ IR للتحكم في الأجهزة الكهربائية أيضا تحتفظ شركة وانابلاس بمفتاح الأليرت سلايدر المميز الخاص بها مما يوفر للمستخدمين طريقة مادية ملائمة لضبط ملفات تعريف الإشعارات وأخيرا سعر الهاتف صراحة سعر مميز لنسخة 256 مع 12 جيجا رام تأتي بسعر حوالي 200 و 75 دولار أي حوالي 5 ملايين و 500 على العموم هاتف وانابلاس IC 3V هاتف متميز في الفئة المتوسطة يملك تصميم آنيق مع معالج فلاكشيب وشاشة ممتازة أيضا لديه بطارية بحجم كبير مع سرعة شحن سريع والكاميرا راح تقدم صورا جيدة خاصة في الإذاءة العالية وكل هذه المواصفات يأتي بسعر ممتاز لذلك سيكون من أفضل الهاتف المتوسطة لهذه السنة أيضا الهاتف سيتم إطلاقه عالميا باسم وانابلاس نورد 4 وفي الأخير دمتم في رعاية الله وحفظه